بقمة العلا تلك المصالحة ما بين الرباع العربي وقطر تلك المصالحة التي اكتنفها الكثير من التكتم ربما وصلت حالة التكتم الى الغموض هل تعتقد انه بالفعل تم طي صفحة الماضي لا اعتقد ذلك المسألة اكثر تعقيدة ممن اظن لا يمكن مداوات الجراح بترطبها من السطح لا بد من المصارحة قبل المصالحة هناك قضايا معقدة يجب ان يعترف كل طرف بها وان يواجه الطرف الاخر بمخاوفه ومتاعبه عند اذن تكون المصالحة صلبة وقوية ومستمرة اما ان نعمد الى مجرد يعني ادخال العواطف والاحديث الطيبة والكلمات الرقيقة هذه لا تكفي ولكن دعنا نقول كما اقول دائما افلحوا ان صدقوا دعنا نرقب ما سوف يأتس هل سوف تتغير قطر هل سوف تطرد العناصر المعادية لنظام الحكم في مصر بل ومعادية للشعب المصري كله من جماعة الاخبار المسلمين هل ستتوقف عن دعم طيارات معادية لعدد من دول الخليج وفي مقدمتها للمملكة العربية السعودية هل سوف تتحول قناة الجزيرة الى قناة عاقلة تتحدث بموضوعية وتقول الحق وتعطي ما لله لله وما لقيصر لقيصر ارجو هذا ولكن خبرتنا في المصالحات من قبل اثبتت انها كانت فرجايل هشة ولم تستمر كثيرا نرجو هذه المرة ان يكون الامر اكثر صلابة واكثر قلة قوة وان تكون قمة العلاء مرتبطة بالعلاء ان شاء الله طيب يا دكتور مصطفى في عالم الدبلوماسية يعني هذا التكتم الشديد هذه الحالة من حالات الغموض لا ندري حتى على ماذا تم الاتفاق هل هو امر مفيد في بعض الحالات الدبلوماسية امر ربما لا يفيد هنري كيسنجر اخترع نظرية شهيرة اسمها الغموض البناء اللي هو يعني ما تبقاش كل طرف يستطيع ان يفسر المواقف لصالحه ما تحطش عبارات حدية عارف زي خرار تو فور تو بتاع مجلس الامن بعد سبع وستين لما قالك تريتوريز وذات تريتوريز سبها للاطراف مع الزمن يحلوها فهو ده الغموض البناء بسموه احنا كونستركتف امبيجوتي الغموض البناء فهم عمدوا الى شيء من ذلك لا يوجد تفاصيل واضحة لا يوجد تفصيلات محددة ولكن تترك لكل طرف حتى يستطيع ان يفسر بما يريده بالطريقة التي يريدها دي بداية دايما للحلول كده في الحلول ما تبديش تقول الابيض واسود صعب هناك درجات في اللون بين الابيض والاسود لابد ان تراعيها وان تحترمها وهذا ما حدث في خدمة العلا خدمة العلا تحدثت ببيان ضافي وطيب للغاية ويدعو الى التفاؤل تماما ولكن لم نجد يعني مدة زمنية للانتخاب من مشكلات معينة لم نجد تفاصيل محددة لوضع حدود لبعض القضايا وجدنا ان الامر هو يعني مصالحة عربية شاملة بين الخليج واحدى دوله وهي قطر ومصر طبعا دولة ليست هي القائدة في هذا الامر مصر لها مشكلتها القديمة مع قطر منذ الشيخ خليفة عليه رحمة الله اللي هو ابو الشيخ حمد ولذلك نحن نرى ان الامر يحتاج الى اضاح و الى تفسير انت عارف زي الخانون ما يطلع من غير مذكرات تفسيرية هو هنا صدرت صدر البيان دون ان تكون هناك مذكرات تفسيرية اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة